شباب لا تنسونا الشحن من متجة فاكس اوكي الرابط رح تلاقونا في وصف الفيديو بالاضافة الى التعليق المتبت اخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكل متابعي قناة اندروي الثمانية عشر اوكي اليوم جبتكم حساب جديد حساب هذا الحساب للبيع هو ما يخصني بصراحة لكن كل الاغراض الموجودة به جدا رهيبة واسطولية دفء الى ذلك ان الحساب هذا يعني تقريبا سعره رح يكون في المتناول بحسب الاغراض اللي هي مشحونة به المهم رح اشتح لكم بعض التفاصيل قبل ما اترككم يعني مع استعراض الكامل للحساب اهم شيء يا شباب بالنسبة الناس اللي تريد اللي مهتمة انها تجتري هذا الحساب رح اترك لكم رابط اسم الشخص اللي يعني صاحب الحساب في وصف الفيديو تتواصلون معه اذا صار بينكم اتفاق يعني على السعر وكل شيء بعدها رح اكون الوسيط بينك وبين البائع اوكي يعني بين المشتري والبائع رح اكون الوسيط يعني رح اتكفل بتسليم والاستيلام اوكي اول شي رح اوليكم يا شباب فيما يخص البطباس ايضا اسعاره من الاسعار الرخيصة وليها يعني الحساب في المتناول وكي رح اصار لكم زي ما تلاحظون يعني من الاسعار الرخيصة زي ما تلاحظون يعني البريميوم والعادي مئتان وعشرون او سي بي يعني الحساب جدا رهيب بصدق اه ديف الى ذلك فيما يخص ايضا تفتيح العجلات سعرهم زي ما تلاحظون يعني تبدأ اول سحبة بعشرة كود بوينت بعشرة سي بي يعني الحساب جدا رهيب انصحكم بالنسبة الناس اللي ما تم لا تضيعوا اه ديف الى ذلك فيما يخص ايضا حتى البيكجات البيكجات ايضا يا شباب في المتناول ورح اوريكم السعر اوكي نزل معنا اليوم باكيج ليخص البوكس زي ما تلاحظون يعني ثلاثمية وسيتون وبس يعني العشرة اربعون للبوكس الواحد يعني تقريبا حساب جدا رهيب بصراحة وف خمشي رح تكلم عنه هو شخصية قوس بلازما اللي تعتبر اندر شخصية الى الحين بما انها ما رجعت معنا مرة تانية وهذا الشخصي اكيد قوس اللي كان معنا في في الموسم الاول لسنة الفان وتسعة عشر اوكي بنسبة الناس اللي ما تعرفوا ولكن قوس بلازما يبقى افخم شخصية فبالنسبة الناس اللي ما هتم الحساب امامكم ما لكم بس تتواصلوا معنا صاحب الحساب وان شاء الله اذا صار بينكم اتفاق رح اه اكيد اني رح اكون الوسيط بينك وبين اه صاحب الحساب لانه ما انشر الحسابات يا شابب اللي يبيع الا للناس اللي اعرفهم اوكي حتى تكونون يعني في الصورة ايضا فيما يخص طريقة ربط الحساب يا شابب رح تشاهدونها ايضا حتى في الفيديو اه الحساب مربوط على الجي مايل بالاضافة الى حساب اكتيفيجن هو تقريبا نفس الجي مايل هو نفسه في موقع اكتيفيجن اه ضيفي لذلك انه الفيسبوك طار اوكي مربوط على الفيسبوك ولكن طار انت المهم لما تدخل موقع اكتيفيجن رح يعني سواء تغير الايميل او الباسورد او اه بكيفك المهم انت لما تستلم الحساب رح تستلم معه كل اغراضه بان الله الشخصيات زي ما تلاحظون على هالشخصيات كلها اللي موجودة بهذا الحساب اه فيما يخص ايضا الاسلحة موجود بها تقريبا كل الاسلحة الاساسية اللي انت تحتاجها لمشحونة بصيغة اللي جندري بها يعني عشرون سلاح ليجندري بالاضافة الى ثلاث اسلحة بالسيغة سلماتيك اوكي رح تشاهدونها ايضا في هذا الفيديو التطوير فيما يخص سلاح الاسفال تقريبا اخر شي تقريبا يعني مطول لفل سبعة ايضا فيما يخص الشخصيات اللي جندري اكيد انو رح تشاهدونها وعنده تقريبا شخصيات قوس بالاضافة الى شخصيات نيكتو بسيغة اللي جندري زي ما تلاحظون القوس تستعرض لها شخصيات قوس تقريبا كل عندها يعني كل شخصيات القوس موجودة بهذا شخصيات البطباس هو في بعض المواسم يعني مش عارف يعني هو ما توقع يعني ما استكمل بعض المواسم في بعض الشخصيات ناقصة بعض المواسم حتى نكون صراحة فيما يخص هذا الموسم هو غير مشحون فاللي ياخد يعني قبل نهاية الموسم يمكن انو يلفل وياخد البطباس ايضا فما اصحكم انكم تضيعون الحساب ليش يا اخي يعني بصراحة شخصيات قوس بلازما وبس تقل والله تقل يا شبب المهم رح تركوا مع بقيت اه ومع استعراض باقي الحساب اتوقع اني ذكرت كل التفاصيل المهمة حتى قبل ما اترككم استعراض الاسلحة وكل شيء الاسلحة ليش خبرتكم انو تقريبا الاسلحة المهمة لانو الاسلحة الاساسية اللي ضروري انك تحتاجها هي مشحونة بهذا الحساب بصغة اللي جندري اوكي في ايضا بعض الشخصيات وبعض الاسلحة اللي هي تخص البيك جات ايضا من فتحة بهذا الحساب مع بعض الاغراض ايضا اللي تخص عجلة الحد فاتمنى زي ما خبطتكم اللي يستهل الحساب يتواصل مع صاحب الحساب رح خلي لكم رابطه في وسط الفيديو اتواصل معه يا اخي ده صار اتفاق بينكم وبينه على السعر ايضا فيما يخص الناس اللي تريد تشتري صاحب الحساب يعني يمكن بالنسبة للناس اللي الجزائريين اكيد انو يمكن يتعاملوا معها بالدينار الجزائري عادي لانو صاحب الحساب هو اصلا الجزائري بما يخص باقي الدول العربية اخوانا في الدول العربية فاكيد انو يمكن تتواصل ايضا معه وتتفقون يعني عن طريقة الدفع باذن الله رح اكيد تكون عن طريق فيزا كارد او مش فاعل المهم انتم تتفقون وبعدين سهل فالشان ما بقى لنستودعكم الله رح تركوا مع بقية استعراض الحساب وبس يلا نلتقي بالشرح والحلقة القادمة بحول الله يلا لايكاتكم واذا في شخص انت معارف ممكن هو مهتم انو يشتري حساب زين ومن الموسم الاول او بحتى شخصية غوز بلاس ما يمكن انك تشارك المقطع مع اصدقائك ايضا حتى ممكن في ناس دي مهتم المهم يحصل الحساب يلا شعب دوم سفاعة لها واحب دين لتقي في الشرح والحلقة القادمة بحول الله لايكاتكم وبس يلا استمتعوا مع بقية الفيديو سلام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة